نجمتنا النهاردة الربعة المصرية والأسطورة المصرية واللي كلنا قلنا الله وهي بتحتفل بميدالياتها وبترفع عالم مصري في باريس كابتن نادية فكري كابتن نادية مرحب بيك يعني الواحد بصراحة يمكن الكريم كان نفسه يجي معنا النهاردة لما شفناك كده وانتي بتاخدي الميدالية وفرحتك كلنا قلنا الله ألف أبروك يعني شرفتنا وشرفتي مصر وإنجاز كبير لنجمة كبيرة في سماء الألعاب المصرية ربنا خليك كفان منتوا منورني ومشرفني والله وده والله الحمد لله بفضل دعم الشعب المصري كله اللي كان بيدعيلي وقسرتي ودعم الرئيس السيسي ووزارة الشباب الرياضة واللجنة برالينبية يعني الحمد لله رب العالمين منظومة كبيرة وراء النجاح ده اللهم لك الحمد يعني أنا المقدمة قلت يمكن ألفين أول ميدالية ونمسك الخشب آخر ميدالية ألفين أربعة وعشرين يعني أربعة وعشرين سنة من الأمل والقوة والطموح والإرادة يحكي لنا بقى البداية لحد ما وصلنا للنهاية في باريس أربعة وعشرين والله هو مشور طويل بس الحمد لله زي ما هو فيه نجاحات كان فيه وقفات وكان فيه صعوبات بس الله مالك الحمد تكلل بالنجاح أول أولمبازة محرك زكرت في سيدني وبعد كده هو كان فيه بطولة عالم في ماليزيا 2002 حصلت فيها على برونزية وبعدين بطولة أسيناء حصلت فيها على الفردية وبعدين بطولة توقفت بقى بعد أسيناء جبت محمد ابني 2005 ودي طبعا أعظم هداية في الدنيا أعظم ميدالية طبعا بعدين جبت في 2007 كتب بطولة العربية في مصر وتأهلت الحمد لله بعدها لعبت بطولة أفرو أسيوية كتب معمولة في اسماعيلية تأهلت منها لبكين ولعبت بكين وحصلت على المدالية البرونزية بعد كده حصل لفترة توقف عن منصات التطويق لكن مش عن التمرين أنا مستمرية في التمرين بتاعي على طوله بأتمرن اللهم لك الحمد فهو ده اللي مساعدني اللي خلاني عند اللياقة وعندي أن أنا الحمد لله زي ما الناس كلها بتقول في سن الخمسين أن أنا أقدر أن أنا أستمر فعدم توقف عن التمرين بفضل ربنا هو ده اللي خلاني أن أنا أقدر أن أنا أرجع تاني لمنصات التطويق